السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عالم البرمجة ستصادف مفهوم الفريمورك كثيرا أو ما يسمى بالعربية إطار العمل إذن ما هو الفريمورك وفيما يستخدم وكيف يستخدم أولا تعرف الفريمورك أو إطار العمل هو مجموعة من الأقواد الجاهزة التي توفر الجهد للقيام بالكثير من الأشياء مثلا أنت تقوم باستخدام لغة برمجة معينة وفي هذه اللغة تقوم باستخدام عدة دوال مرارا وتكرارا وتقوم باستخدام بإعادة هذه الدوال من الصفر إذن هنا تقوم بأخذ هذه الدوال ووضعها في ملف خاص بها وحين تريد أن تقوم باستخدام تلك الدوال تقوم فقط باستدعاء الإسم الخاص بها إذن هذا ما يسمى بإطار العمل يعني الإطار العمل هو مجموعة من الأقواد خاص بلغة معينة يسهل عليك كتابة الأقواد من جديد كما أنك ممكن تقوم بإضافة الكثير من الأقواد إلى هذا الفريموك وفي عالم البرمجة في أي مجال ضروري أن تصادف إطار العمل سأعطيك مثلا 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 في لغة CSS لغة CSS الخاصة بتصميم المواقع يوجد بها عدة إطارات للعمل مثل البوتستراب يعني البوتستراب هو يسهل عليك تصميم الصفحة يعني إذا كنت تقوم بتصميم الصفحة مثلا في ثلاث أيام فالبوتستراب سيسهل عليك الأمر وتقوم بتصميم تلك الصفحة فقط في ساعتين أو في ثلاث ساعت مثلا يوجد مثلا هذا الفريموك يوجد كذلك هذا الفريموورك برما يعني يوجد الكثير من الفريموورك الخاصة بـ CSS كذلك الجافا سكريبت يعني الجافا سكريبت هي من اللغات الأكثر يعني طلبا في وقتنا الحالي وبها عدة إطارات للعمل مثل Angular مثل React مثل Node يعني .java script مثل jQuery والكثير والكثير كذلك مثلا لغة الجافا كذلك بها عدة إطارات للعمل مثل Play مثل Spark مثل Spring مثل Albert .x كذلك البايثون يعني هذه اللغة توجد كذلك بها عدة فريموورك أو ما يسمى بالمكسبات مثل Flask Django مثل مثلا الفالكون يعني توجد عدة إطارات للعمل إذن هذا هو دور الفريموورك الفريموورك هي فقط مجموعة من الأكواد خاصة بلغة معينة يعني ليست شيء غريب أو هذا أوكي يعني مثلا أنت تقوم بالعمل على الجافا سكريبت دائما فأنت تقوم بإنشاء عدة دوال وتقوم باستخدامها مثلا Miranautical فتقوم بوضعها في ملف خاص بها إذن هذا إطار عمل قمت أنت بتصميمه بلغة الجافا سكريبت أوكي يعني أتمنى أن أقوم قد بسط لكم هذا الفهم وشكرا على تتبعكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر